السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبنا في فيديو جديد من قناة يومات اسر عصرية كل سنة انتوا طيبين النهاردة اول يوم في العام الدراسي الجديد ربنا يجعلوا عام خير وبركة على اولادنا ويحفظهم جميعا اللهم امين اللهم ارفعنا الوباء والبلاء هنشارك مع بعض النهاردة الغداء اللي عملناه في اول يوم غداء جميل جدا واقتصادي وبسيط ومتنوع ووجبة متكملة باذن الله بصدر فرخة بس او ربع فرخة لو انت عندك هتعمل الوريمة الجميلة دي بص بقى ربع الفرخة دي او الصدر يا جماعة طبعا مخصول كويس ونعاها كنت نعاها شوية في شوية ملح ولمون وشوية تخلوا بعد كده شطفته بدأت ان انا اقطعوا دلوقتي انا اقطعوا كده شرايح بسيطة وبعد كده مكعبات يعني انت ورحتك عايزة مسلا شرايح طويلة شوية عايزة مكعبات بس كل ما يكون اصغر بيكون افضل عشان يكون كل قطعة ياخدوها تكون موجود فيها قطعة من الفراخ تمام بعد ما اقطعطها هنشوف دلوقتي هنعمل اي جبت عندي طاصة على النار واحط فيها شوية زيت صغيرين بس هخلي الطاصة تكون سخنة تمام عشان اول ما انزل فيها قطعة الفراخ تاخد صدمة معايا كده وتحتفظ بالعسرة جواها وتبقى جوسي من جواه وتبقى اش نشفة معاك هنزل بقى بسدر الفرخة اللي احنا اطعناه وخليه ياخد صدمة ويغير اللون كده هتشوف بقى اللون بتاعه ده بيبقى ابيض خالص ما بياخدش اي سوا والوجبة بتحضريها في وقت بسيط جدا يعني ولكن اولادك ان شاء الله يحبوها هوزحها كده في الطاصة عشان يبقى النار جاي عليها كلها وكلها تتغير لونها وتاخد صدمة معايا بعد ما غيرت لونها بالشكل ده بصوية بتنزل السوايل بتاعتها وبتشربها تاني فبتفضل من جواه طرية زي ما هي هوسع كده مكان في النص وعندي بصلة واحدة انا عاملة بصلة واحدة ما بحبش القطر بصل لاني اولاد بحبوش البصل كتير فبقى اطعاب الشكل ده اللي هو جوليان او شرايح رفيعة وهبدأ قلبها مع الفراخ لما غيرت لونها يا طبعا لسا ما اكتملتش في السوا بس هنزل معا البصل عشان تتشوح اول ما البصل تتشوح كده وتاخد لون بعد كده هنزل عندي بفلفل الوان هو حابة تحطي بقى حاجة حرقة شوية تمام بس انا حطى حيطة الفلفل صغيرة خضرة بسيطة يعني هبدأ بقى تبل حطيت هنا ملح واحطش فلفل اسود رب معلعة صغيرة من الفلفل اسود والملح طبعا حسب الرغبة وبعد كده هحط بوهرات الفراخ او اللي هي السبع بوهرات واحط بقى رشة بسيطة من الارفة بيتلي قوي مع الوصفة حاجة بسيطة جدا وهقلب بقى كده خلاص يا ما اعرفين الفراخ فتاخدش سوا خالص خلصت معاي وهركنها الناحية التانية هنا حطى حلة تغلي بالمية عشان هسلق فيها المكرونة حطيت شوية ملح وانزلت بكسين مكرونة انا استخدمت في الوصفة هنا كسين مكرونة وزن الكيس تلتمية وخمسين جرام انا استخدمت هنا المكرونة الالم ممكن تستخدم المكرونة طويلة بس المكرونة الالم بفضلها يعني او احنا بنحبها في الوصفة دي دلوقتي بقى هعمل البشاميل خلاص كده بصت بتجد شغالة على المكرونة خلصت هنا تشويح الفراخ اخر حاجة بعملها السلسة كله ترك ترك مع بعضه وبيخلص معي بسرعة حطيت هنا على سمنة وزيت انا استخدمت سمنة وزيت مع بعض وحط دلوقتي ادي ايه طبعا كل معلقة دي لا معلقة من الزبدة او السمنة اا يعني اا ولتر حليب تمام فادا لتر الحليب استخدمت عليه خمس معالق كبور من اا اللي هي معالقة الاكل دي استخدمت خمس معالق كبور من الدي ايه وحطت اربع معالق زيت وسمنا مع بعض وهدهم تشويحة ما مش مكترة برضو اللي هو السمنة او الايدامفة قوي يعني كده كويسة اا وكمان عايز اقوم البشاميل يبقى لي شوية لانا عارفين المقارون القلم ما بتحط عليها البشاميل اا فبتشربها لو هو خفيف يعني اا بس هحور بقى فيهم كويس هفضل اقلب فيهم اا لما ريحة الدية تطلع عليك او يكون مستوية عشان ما تحطهاش تبقى نية كده ببقى له طعم مش كويس اهو حمرتي فيها ممكن تحطي مكعب اا خضار مكعب مرئة خضار بيديها طعم حلو فيها بتقلبيه معاها اا هضيف دلوقتي لتر الحليب وانا استخدمت كمان شوية شربة كمان يا جماعة الشربة مع اللبن بيبقى بتبقى حلوة يعني وبتبقى اقتصادية الناحية التانية من المقارونة خلاص كده هي استوت معايا اا بتسويها يعني تمانين في المية او تسعين في المية سواء انا عادي المقارون لها ما بخلات تسعين في المية عشان ما تبقى شفى عدة جامدة عشان تبقى متماسكة في البشاميل خلاص كده قوم البشاميل طبعا لما بتسيبيه ايه دا شوية بيتقل معاك او بصو الفقوعات كده صهرت معايا معنى كده ان دا خلاص استوى معايا وكله تمام المقارونة برضو صفتها حطتها في الحلة اللي موجودة فيها وبعد كده حطت لها شوية بشاميل وهو لسه سخن ودافع كده ببقى لسه سيل وهقلبه معايا عشان دا هيعمل لي تماسك للمقارونة وكده على المقارونة ما يخلاش من فرولة معاك لو بتشكي مثلا انت المقارونة ما تيجد قطعة بتلقى من فرولة حطت لها شوية بشاميل بيبقى متماسكين وكمان خلها في استوى كويس يا ما تنزلاش ناية بتكونش ناية في استوى هفضي بقى كله على بعضه مش هعمل طبقات ولا حاجة هعمل بقى النجريسكو يا جماعة في قلب بعضها بالمقارات دي بتبقى تحفى بصراحة حطت هنا بقى خلاص الفراخ والمقارونة مع شوية البشاميل وعندي بقى هنا زاتون آآ مخلي هحط بقى شوية من جوة بيدي له برضو طعم حلو بس نراعي بقى الملح يعني لو الزاتون البدقية لو ملح قوي آآ قليل الملح بقى في الاكل او بحطيه في شوية مية قبلها يعني الخلطة جهزة معنا كله في قلب بعضه هجيب بقى الحاجات اللي انا هسوي فيها عندي الاطباق الفويل دي وعندي التواجن الصغيرة او بايريكس او صواني تقدر تسوف صواني زي ما انت عايزة بس انا عندي اولادي بفرحوا قوي لما كل واحد فيهم ياخد طاجن صغير او ياخد الطبق الفويل ده عشان اقولك اصلا احنا كنا واكلينه في مطعم فكان عجبهم الاطباق دي وكده وهقولك سعر الابوة دي كان اديه وشوف احنا عملنا كبمية كبيرة قدية طبعا انت بتشتري الاطباق الفويل دي في منها الحجم ده وفي منها الحجم الكبير وبيدخل الفرن وبيستوي فيه آآ ممكن تعمل فيهم رز بلابا انت عمالوا مكرونة بشاميلة ده خلي فيه بتسوي فيها اي حاجة يعني او حاجات حلوة آآ ام عالي وكريم كراميلة والكلام ده كله وسعرهم مش غالي عند اللي بيبيع الاطباق خلاص وزعت كده كمية المكرونة بالحاجة في التواجن وفي الفويل ده عندي بقى البشاميلة انا حطت على الوش حطيت عليه بطين آآ طبعا بيديف كيه مغزائية وكمان بيديله اللون حالو للوش يعني وانا حطى ملح وفلفل يا جماعة على البشاميل يبقى ملح وفلفل والبيت على البشاميل فقط لغير هبدأ بقى كده ارس البشاميل على آآ سطح التواجن بتاعتي وعلى الاطباق الصغيرة الجميلة دي وبقى شكلها حل وقوي في التقديم بيفرحوا بيها وهنعملها تزوئ من على الوش كمان هتشوفوه معايا دلوقتي هيبقى تحفا في الوقتي ده بقى انا شغلت الفرن معايا عشان يبقى سخت ما بتاخدش حاجة في الفرن بصوا ما شاء الله كمية اللي احنا استخدمناها آآ كمان البيركس الكبير ده فاض معايا فحطت له شوية دول كده دلوقتي بقى عندي جبنة مزرلة هحطها على الوش لو ما عندي كيش مش ما فيش اي مشكلة يعني هي بتديها بس طعم آآ ونكهة زيادة كده نكهة قوية يعني ولون كمان آآ بس لو عايزتها ما رايزة او ممكن تحطي تضيف اي نوع جبن تاني حطيت على الوش الجبنة آآ دلوقتي بقى هعمل زي بيتزا كده تمام يعني ببقى شكل الماكارونة بيتزا آآ طبعا حطينا جبنة المزرلة وبعد كيه بجيب شرايح فلفل بحطها بسيطة وكمان زاتون قطع زاتون بسيطة آآ مع آآ شريحة الفلفل مع الزاتون بيتديك شكل حالو وزي ما انا ندخل الفرن طبعا بهدي الشوية خالص لو انت الشوية والفرن بيشتغلوا مع بعض شغال من تحت بس يغلي الاول وبعد كيه الشوية دي اخر حاجة عشان بس المزرلة يا جماعة ما تتلسعش بسرعة وتنشف وما تكونش صيحة ومططية فانا بشاغل من تحت وبعد كده بدي آآ وش بسيط كده في الاخر دهبي وانا بحب اللون ده كده ما بحبش حمره عن كده عشان ما ينشفش او بصو ما ان شاء الله تبارك الله طالع شكلها جميل وكانت سخنة وتحفى هوريها لكم طبعا دلوقتي زي ما احشافين كثير من مقارونا بس وصدري فرخة ولتر من اللبن وانا ضايفة شوية آآ شربة ده كل اللي استعدامتم وما تضفيش جبنة مزرلة وما فيش كمان انا محطتش جبنة مزرلة كتير يعني عشان تبقى برضو الوصفة اا اا اقتصادية شوية او ما شاء الله هفتح لكم من جوه بتبقى وهي سخنة جميلة تحفة جرباها بس بالطرقة دي عايز اقول لكم الطبق ده بخمستاشر جنيه وبعشرين جنيه بعض الاماكن هنقول بخمستاشر جنيه اللي هو الفويل الصغير شوفوا بقى انا عملت كام واحد من الفويل وكان طاجن صغير برضو نفس بياخد نفس الكمية لبرام الصغيرة دي وكمان الباريكس الكبير واحنا كل اللي استخدمناها زي ما انتم شفتوا كده كانوا مبسوطين بيها وكانوا فرحانين وما فيش غير جنبها شوية سلطة وشوية مخلل وخلاص لو انت بقى حبة تعمل حاجة تانية تمام انا بعد ما كنت مطلعة بطاية آآ جنبها قلت لأ خلاص هي دي كفاية النهاردة والبطاية عملها في يوم تاني عشان كل يوم بده دا كان فيديو النهاردة بطمئن هو يكون عجبك واستفدتم ما تنسوش بقى تضغطونا على لايك وسبسكراب لو ما رأيكم في القناة بحبكم في اللقاء